من خلال الفيديو الذي نشرته الذي بلغ مشاهدة كثيرة وأثار ذجة هنا وهناك حول تونس المقدسة أو الأرض المقدسة ما هو الصحيح وما هو الخاطئ في هذا الموضوع أعتقد أني دونت ملخصا البعض يقول لي من أين لك هذا أو أين مصدرك في هذا أقول أنتم لم تقرأوا أو قرأتم ولم تفهموا في تاريخ هذه البلاد هناك كتب كثيرة وثم تعمية على هذا التاريخ ولكن غير واحد من أهل العلم غير واحد من كبار من ألف في تاريخ تونس البكري وكذلك ابن أبي الدينار القيرواني في كتابه المؤنس في تاريخ تونس أو رياض النفوس للمالكي وغيره نجد أخبارا من بين الأخبار التي ذكرها صاحب المؤنس في تاريخ تونس قال لما سيط داراء البيزنطيون على إفريقيا أتى أنس بن مالك في جمع من الصحابة والتابعين إلى عبد الملك بن مروان وقالوا له عليك أن تستنقذ إفريقية فإنها من الأرض المقدسة هناك أحاديث كثيرة وردت في شرف هذه البلاد وإن في إفريقيا تاريباط يسمى المونستير في هباب من أبواب الجنة يأتي قوم من إفريقيا وجوهم أضوأ منهم بدل حقق هذه الأحاديث جمع من أهل الحديث من بينهم الشيخ فريد الباجي ركز على جانب من هذا طبعا بنوا وهبان لا يحبون الرجل لا يحبونني وهو صديقي وأخي ولذلك هم ربما لا يستطيعون أن يستسيغوا هذا لكن الحقيقة أن هناك بحوثا كثيرة تكلمت عن شرف إفريقيا من بينما يورد ويرد في شرفها الحسن والحسين عليهما السلام أتيا إلى إفريقية وأنهما كان أول من أذن في هذه البلاد سنة 27 هجري 647 للميلاد كما في رياض النفوس للمالكي ضمن العبادل السبع عبدالله بن عباس وعبدالله بن جعفر والعبادل المعروفين أرجع للتاريخ وانظر فيه كذلك الإمام مالك حين التقى بسيد علي بن زياد مؤسس المدرسة الزيتونية التونسية سيد علي بن زياد الترابلسي الذي مؤخرا أعيد فتحه كمقام الرجل عندما جلس مع الإمام مالك الإمام مالك من شيخه من أين أخذ هذه الكلمة هو لا يأتي به هكذا من ذهنه أخذها من إمام جعفر الصادق قال اعلم يا بنيا أن إفريقيا هي القبلة الرابعة بالاعتبار باعتبار ماذا هذا مجال فيه نقاش القرطبي في التذكرة يتكلم عن أن قائم آل محمد سيكون من إفريقيا وذكر حديث الصوف الذي نصه أن أحد الصحاب رأى في غزوة جمعا من المغاربة عليهم البرانيس لا يظهر عليهم صفر واقفون والنبي جالس فاقترب فسمع من بين ما كلمهم به تغزون الحجازة فيفتحها الله لكم تغزون بني الأصفر فيفتحهم الله لكم تغزون الرمى فيفتحهم الله لكم وتغزون الدجالة فيفتحه الله لكم ففهم من ذلك من قبل عدد كبير من أحباب الله من العلماء أن المهدي مغاربي أو تونسي هذا مجال نقاش وكذلك سيد أحمد بن مبكر وهناك السماعلى ديوان السماعلى تكلموا في هذا بنبؤات شعرية وسيد أعمر عبادة أحد أصحاب النبؤات أصحاب الكشفات تكلموا في هذا الأمر علاقة الخضر بتونس والخضراء ذكرتها نعم هناك إجماع عند أهل الله وذكر ابن عرفة الورغمي أيضا أن النبي موسى تحنث في جبل الراهب عادل جبل الجلاز حاليا أربعة عشر يوما وأنه لقي الخضراء سيد عبد السلام بن ماشيش القطب الكبير والعارف بالله يقول لسيد أبو الحسن الشاد لمجدد التصوف اذهب إلى إفريقيا إلى جبل الراهب حيث التقى الخضر بموسى لذلك جلس سيد أبو الحسن في المغارة مغارة الشاذولي وتجد مكتوبا فيها أنه أتاها الخضر وأن الأقطاب أتوها وأن لها أسرار كثيرة جدا وآتاها الأنبياء تجد هذا مكتوبا منصصا عليه سيد عبد السلام الأسمر يقول ما من ولي إلا له وقفة قدم في جبل زغوان الذي يسمى جبل النور وله أسرار هناك في جامعة الزيتونة ركن خاص يسمى ركن الخضر وهناك إجماعات كثيرة ذكرت في المؤنس في تاريخ تونس وفي رياض النفوس أن قصة الخضر مع موسى كانت في مدينة المرسى أيضا هناك مصادر كثير تذكر أن سيدنا موسى أتا سيدنا يونس سيدنا جرجيس وغير ذلك كثير جدا أحد مبعوثي النبي صالح هذا مبحث علمي يناقشه أهل العلم نعم يمكن نفنده يمكن نثبته ولكن ممن أخذ مصدري يخرج سفيه أحلام لا يستطيع أن يفك معنى من معاني الإشارة أو العبارة ويقول لك هذا كلام باطل ممن أخذ إذا كان سيد عبد الإسلام بالمشيشة وهو من هو أو المحيدين بن عربي وهو من هو يتكلم عن هذه الكشفات إذا كان إجماع علماء الزيتون وصالحي أن هذا ركن الخضر إذا كان ابن عرف الورغم وهو من هو مجدد المنطق والعلم في القرن الثامن وكان أعلم أهل وقتي في الملكية إذا كان هؤلاء الكبار تكلموا فمن نسمع لذلك هذا جانب أن تونس لها سرها وورد هذا في كثير من المصادر وتتابعيا وكذلك أنها أكبر مكان فيه أولياء الله الصالحين وأنها مجمع للصالحين وأن فيها ما فيها من بركات فيها ما فيها من صحابة من أشراف ربما تكون أكثر دولة فيها ذرية الرسول عليه الصلاة والسلام نبوآت نصر دامو ستتكلم عن حنى بعل الثاني الحضارة القرتجنية التي عمت عليها وعميت عليها قامت تعمية كبير جدا من قبل الرومان حتى لا تذكر ولا تشتهر سواء معماريا أو حضاريا أو اقتصاديا أو تجاريا وصلوا لأمريكا التلمود وسموها في التلمود ترشيش أرض الذهب اليهود يحجون إلى هذه البلاد دونوا من أسرارها قالوا المشي تونسي وغير ذلك كثير جدا جدا يضيق به السياق لا نتكلم وهكذا عشوائيا إنما نتكلم بعد دراسة متأنية هذا باب إذن نحن كنا أمام تتفيه وتضئيل البلاد التونسية وأنها وأنها ليست على شيء وأنها ليس فيها خير وأنها دولة فقيرة وغير ذلك هذا ربما تم الآن بدأ ينصحق وبدأ يداس بالأقدام لأنه كذب وافتراء وترويج استعمار لأن المستعمر ماذا يفعل المستعمر في هذه البلاد بهذه المدة الطويلة إن كانت ليست لها ثروات وليست لها قيمة لماذا يستعمرها لماذا يأتي إليها لكن المستعمر خرج من الباب وترك من الشباك مجموعات تتبعه وتنعقوا وتفسدوا وتشوه هذه الصورة العظيمة لهذه البلاد بتاريخها الكبير بقبائلها بما كان فيها بأمجادها بطارق بن زياد بحنباعل بن حسري بابن شباك المهندس الفلاحي الكبير بابن منظور القفصي الذي ألف ودونا لسان العربي وبابن خلدون مؤسس علم الإجتماع وغيرهم كثير وصلنا إلى الطاهر بن عشور والفاضل بن عشور وشيخ سالم بوحاجب وأنا صاحبت عادة من العلماء الزيتون أذكر رأسهم المرحوم الشريف الحسيني محمد الكامل سعادة القاضي والعالم وحدثني عن كثير من أسرارها ونحن في جامعة الزيتون أو شيخ جبير وكذلك عدد آخر من أحبابنا من أهل الله ومن الصالحين فلذلك هذه نقطة إذن بعد حالة التتفيه والتشويه وصلنا إلى كلام عن أرض الوعد والمعاد وأنا أول من أطلق هذه الكلمة أرض وعد كما أن فلسطين أرض معاد يخرج الآن ناعقون ويخرج كثيرون ممن هم على ثلاثة أنواع إما أنه حصل له خلط خلط بين المعطيات خلط علمي معرفي فبالغا وغالا إما أنه حصل له لبس تلبس روحي نوع من المس فيصبح في حالة هذيان إما أنه مندس وعمير غاية الأمر هنا على دوائره المختلفة سواء يعي من يقوم بها بذلك أم لا أن كلامنا عن أن تونس أرض مقدسة مباركة وإذا واعى الناس بذلك أصاروا أكثر فخرا ببلادهم وذلك تاريخ معتم عليه من تاريخ المقاومة التونسية معظم الشعب التونسي لا يعرف من وعلي بن خليفة النفاتي ولا محمد قرفة ولا لازهر الشرايتي ولا سيسي لسود ولا صالح لوحيشي هؤلاء جميعا غير معروفين تم التعمي عليهم بعد دولة الاستقلال بنظر أحادي لائكي له وقت لننقده المعظم الشعب التونسي لا يعرف من هو الثعالبي وما قدمه وحتى محمد للحامي أخذ دكتوراه في العشرينات في ألمانيا ورجل مناظر عظيم جدا وكذلك فرحات حشاد وهؤلاء الثلة المباركة الذين قتلوا من اليد الحمراء وليد الحمراء لها أسرار يوما ما سيتكلم عنها وثم تصفقات تمت ليس هذا سياقها المهم أن تونس التي الآن أجعل عرايتها الوطنية بفخر بجواري على يميني تونس بلد عظيم جدا ولا يستحق الأمر أن تلقي بنفسك في زورق وأن تهرب من بلادك تونس الآن مشاريع تدميرية بعد الإرهاب موضوع توطين الأفارقة وإدخالهم بأشكال مكثفة مواضيع أخرى مواضيع تعلق بأمور روحانية بأمور مادية بأمور أمنية عسكرية ليس هذا سياقها فبعد إظهار هذه المعارف وانشغال عدد كبير من التوانس بذلك واعتزازهم ببلادهم سيأتي من يقول لهم طيب إذا كنت تونس أرض مقدسة دعوني أضيف إليكم تونس كان فيها فرعون في شط الجريد وتونس كان فيها النبي محمد وتونس كانت فيها السيدة مريم وربما سوف نتكلم عن السيدة هاجر سيدنا إبراهيم وكل الأنبياء في تونس والكعبة الأصلية في تونس وكذلك القدس الأصلية في تونس ما الذي يحدث من أثر ذلك؟ إما أننا نرفض بالكلية فنرجع إلى دائرة التتفيه والتسفيه والتشويه إما نقبل بالكلية فحينها نسقط في دائرة من المغالطة والمغالات والمبالغة التي تضيع علينا جوهر القضية أن بلادنا بلاد مباركة بلاد مؤنسة بلاد عظيمة أن هذا الشعب يرث تاريخا كبيرا أنه استهدف من قبل عصابات تهريب البشر والتجارة بهم وتنويمهم عبر منظومات داعش ومنظومات الإرهاب أنه استهدف من قبل عصابات تتاجر بأبنائنا تلقي بهم في البحر مقابل مبالغ مالية كبيرة وتقتلهم أنه مستهدف ليكون في هذه الحالة من الخمور ومن الحواث الطرقات ومن غيرها بمراتب كبيرة مستهدف في تعليمه في قوته هذه حقيقة ليس نظرية مؤامر هناك مؤامرات فعلية لا بد أن ننتبه إليها المدرسة الزيتونية التونسية خسرتها الأمة كانت تشع على العالم ككل طرق بن زياد أدخل الحضارة الإسلامية إلى أوروبا ولولا ذلك ما تطورت أوروبا بعد قرون الظلام فهذا الأمر بين هذا وبين ذاك نقف في الوسط نقول لمن قال أن النبي محمد هو من تونس وله أدلة في ذلك بكل هدوب بكل رفق يا صاحبنا يا أخانا اعدل عن ذلك هذه ترهات الكعبة في تونس ترهات نعم قد يكون المهدي من تونس أهلا وسهلا به وقد يكون من الزنبابوي أو يكون من فلوريدا أو يخرج من البرازيل ما شأننا نحن يفعل الله في أرضه ما يشاء نعم عندنا إشارات لكن نلزم بها أحدا نعم نعتقد أن الخضيرة كان في تونس ولكن إن لم يكن ولا نجلس نختلف في هذا الباب ما يثبت أن تونس أرض مباركة ما هو ثابت أنها أرض الزيتون المباركة لا شرقية ولا غربية ما يثبت أن هذا الشعب عبقري كل مكان يتوجه إليه التوانسة تجدهم عباقرة ولدينا علماء في وكات الفضل الأمريكية وفي أكبر المراكز والمخابر العلمية العالمية أجل تم الهجوم على الأخلاق التونسية نعم تم تغيير في الأخلاقيات ثمة نوعية من البشر تم تحويلهم ولذلك أجد ونجد ونرى أن أكثر من يسبني ويشتمني ويحاربني من أبناء تونس ليس هؤلاء هم الأصل إنما هؤلاء نتيجة الاستعمار والتدمير المنهجي والتعتيم والتمزيق الأخلاقي والتغريب وغيره كثير جدا وأنا أحيي توجه الدولة التونسية إلى الشرق العظيم سأدون مقالا في ذلك وزيارة رئيس الجمهورية إلى الصين مهمة جدا حتى نخرج من هذا القيد الذي فرضه علينا الغرب والذي فيه إذلالات كثيرة وفيه استغلال كثير جدا لثرواتنا ولما نملكه نعم بلاد تونسية فيها ثرواتها لا يستعمر المستعمر أرضا خالية من أي شيء ليست تونس أرضا جردا ليبيا بجانبنا نفس المائدة فيها بيترول والجزائر وتونس فقيرة كما يقال وليس فيها بحيرات من كل خير فيها من كل الثمرات فيها من كل الكنوز فيها من كل المعادن وفيها أيضا بحيرات مائية جوفية كبيرة وهذا باب كما قلت لو رد أن أفض فيه كثيرا فقد أردت أن أذكره إلماما وأنصح كما قلت الذين يظنون أنه النبي محمد كان في تونس ومكة والقدس وغير ذلك اعدلوا عن هذا والذي أيضا يكتب أن المهدي تونسي وينشغل شباب ذلك طيب فليكن إذا كان تونسي أهلا وسهلا بابن بلدنا وإن لم يكن فهو ابن عمنا من أبناء فاطمة الزهران نشترك في هذا وكان حيث كان أي أن كان زمانه أو مكانه هذا لله سبحانه وتعالى يفعل الله ما يشاء عندما يأتي هذا الوقت الذي فيه ظهورات حينها الكل سيعرف الآن لا ندخل في هذه المتاهات ركز على واقعك البلاد التونسية فيها كم كبير مساحات كبيرة من الأراضي المهملة تحتاج إلى عناية ورعاية ثم تحديت كما قلت موضوع الأفارقة لم أكتب عنه بعد لما تكلم عنه بعد أنا أتأنى كثيرا في هذه المسائل لكن فيه مخاطر تلوح ومخاطر كبيرة وهناك مسائل معقدة لها أوانو الكلام عنها لعل ربما أحبذ أن أنصح في منابر الإعلام ربما تكون لها مسموعية أكبر في عوضة أن يكون الأمر على هذه المنصة التي أركز فيها على الدروس وعلى العلم النقطة الثانية وهي عن أصدقائي بني وهبان هم الآن تكاثر في صفحتي وأحدهم أحد أبطال الديجيتال الكبار هذا المفضل عندي الآن باطل ديجيتال كبير جدا لأنه من خلف هاتفه يصبح أسدا وهناك لعبة ربما كان طوم وجيري عندما يقوم جيري بخدعة قوية لطوم القط ينظر هذا القط إلى المرآة